السلام عليكم سنبدأ الأسئلة في المجال المغناطيسي ومكثفنا للمجال المغناطيسي سنبدأ بالسؤال الأول طبعا في السؤال الأول في المكثف السؤال يتحدث يتحرك جسيم مشحوم كتلة 2 ميلي جرام داخل مجال مغناطيسي منتظم بحيث كانت سرعته لحظة دخوله المجال 2 في 10 قوة 7 ويتحرك بتصارع مقداره 10 قوة 6 أجبعا مليلي في فرع أليف طالب نحسب مقداره قوة المغناطيسية هلأ قاف المغناطيسية هي نفسها وتساور قوة المركزية عندما تكون حركة جسم حركة دائرية منتظمة ويساور الكتلة مضروب التسارع المركزي الآن السؤال ما أعطيني إن كنت جسم 2 ميلي جرام ف سأعوض 2 في 10 قوة سالب 6 حولت الملي إلى تضرب 10 قوة سالب 3 الآن في التسارع تبع هذا الجسم معطني في السؤال 10 قوة 6 وهيك بقدر أطلع أنه جواب 2 نيوتن وهي القوة المغناطيسية نفس القوة المركزية في فرعبه أحسب سرعة جسم بحثة خروجه من هذا المجال حكينا يا جماعة المجال المغناطيسي ركز معي هلأ يغير من اتجاه عين السرعة ولا يغير مقدارها يعني هو قادر على تغيير اتجاهها بس ما بيغير مقدارها ودليل على هيك إنه الشغل المبذول يساوي 0 في نقل الشحنة في مجال مغناطيسي التغير في الطاقة الحركية يساوي 0 والتغير في سرعة الجسم يساوي 0 تذكرهم هؤلاء الثلاث ما حصلك عنهم لقدام إذن سرعة الجسم سأحكي له طبقة ثابتة وهي 2 فعشرق وهو سالب 7 متر لكل ثاني لا تتغير سرعة هذا الجسم في فرع ج ما نوع حركة الجسم داخل هذا المجال وما نوع التسارع الذي يكتسبه إذن كونه كانت القوة المغناطيسية تساوي القوة المركزية إذن سأحكي له هي حركة دائرية منتظمة تمام؟ هاي أول نقطة ما نوع التسارع هو تسارع مركزي مرافق لحركة دائرية منتظمة فرع دان احسب نص قطر دوران الجسم داخل هذا المجال المغناطيسي ممكن استخدام قانون تسارع المركزي اللي هو عين تربي على نونقاف مربع سرعة الجسم يا جماعة 2 فعشر قوة 7 لمربعها بصير 4 فعشر قوة 14 على نصف القطر هو مطلوب اني في السؤال نونقاف علما أن التسارع المركزي معطى في السؤال 10 قوة 6 وعليه 10 قوة 6 نونقاف هي تساوي 4 فعشر قوة 14 على عشر قوة 6 على عشر قوة 6 نستنتج انه نونقاف نصف القطر تساوي 4 فعشر قوة 8 متر لا السؤال الثاني في نصف السؤال الثاني أو سين اثنين راح عدلكوا ياها شوي هاي في السؤال الثاني عندنا سلك مستقيم لانهائي الطول بحب يذكر كلمة لانهائي الطول لكي نعرف انه لا يوجد نقاط تقع امتداده لانه يكون نقاط تقع امتداده ومجاله المغناطيسي ساوي سفر يسري في تير مقداره 4 عن بيرز شكل ثم اجبع ميالي مقداره اتجاه القول مناصيب واثرع وحدة الاطوال من السلك في فرع الف قوة لوحدة الاطوال قاف على تساوي تا وغين جيب ثتة المجال اللي يعوض دائما في القول مناصيب واثرع سلك هو المجال الخارج وهذا السلك معرض لمجال خارج ومعطيه سؤال 2 في عشر قوة وسالب 5 التيار اللي بسلي في هذا السلك قيمته 4 المجال الخارجي 2 في عشر قوة وسالب 5 في جيب اذا نطلع على المجال منلاقيه نحو الداخل ومنلاقي التيار هيك احنا قلنا لما نلاقي مجال اكس او دوت يعني داخل او خارج بنحكي انه الزاوية 90 4 في 2 عندي 8 في عشر قوة وسالب 5 طبعا نيوتن لكل متر لا تنسل لانك حسب تقول وحدة اطول الاتجاه ابهام مع اتجاه التيار اصابع مع المجال نحو الداخل بعيد كامرة ابهام مع اتجاه التيار بعدما بحط اصالي بغرسها نحو الداخل وراحصهم برسم صغير هون عشان اورجيك هاي اتجاه تا التيار عندي مجال مغناطيسي اكس فبتطلع القوة هون وتأكد اذا بتحب استخدام قاعة لليومنا كيف عرفت لانا تصنع دائم مع التيار زاوية 90 ومع المجال زاوية 90 قوة عامد كل من المجال والتيار هلا اذا رسمت اسمحاور هيك متعامد عشان اقدر احكي وين اتجاه القوة بقوله هي بين الجنوب والشرق فهي جنوب شرق في فرعبا مقدار قوة المغناطيسي بتثرع بروتون يابرون عند النقطة الف شوف لما تحسب قوة المغناطيسي بتثرع بروتون اللي هي شحنة فهي شين عين محصلة غين جيب ثتة دائما في القومة نصيب تثرع سلك بحط المجال خارجي والقومة نصيب تثرع على شحنة بحط محصلة المجال اذا انا علي مهمة ان احسب محصلة المجال قيم ما ابدأ حل عشان احسب محصلة المجال اولا اشي بدي احكي لك انه في مجال خارجي من نص السؤال قيمته 2 في 10 قوة وسالب 5 تسلا واتجاهه نحو الداخل هيك عطي السؤال هلا انا في عندي مجال بأثر على النقطة هاي اللي هي الف لانه هي النقطة التي تعبرها الشحنة من بسبب السلك طبعا عشان احسب مجال هذا السلك عند النقطة الف بحكي هي بارع ميو نوت في تا على 2 باي فا لانه سلك مستقيم فاربعة باي في عشرة قوة وسالب 7 ثابت تيار اللي مار في لهو اربعة على 2 باي في المسابة النقطة الف بين السلك هي 5 سنتيمتر فراح حط 5 في عشرة قوة وسالب 2 هلا داختصر هون فيها باتنين بطلع جوة بثمانية خمسة يعني 1.6 في عشرة قوة وسالب 5 تسلا اتجاه بامي تيار عند النقطة الف اتجاه بحط بها مع تجاه تيار وصابي يشير المجال المجال الدوت عند النقطة الف خارج مجالين متعاكسين محصلة المجال تساوي المجال الاكبر اللي هو 2 في عشرة قوة وسالب 5 ناقص 1.6 في عشرة قوة وسالب 5 يعني الجواب يا جماعة 4 بالعشرة في عشرة قوة وسالب 5 تسلا والاتجاه مع الاكبر نحو الداخل هلا من حقي استخدم القانون وعوض حكاية البروتون اذا بحط شحنة البروتون اللي هو 1.6 في عشرة قوة وسالب 19 في السرعة الماشية فيها عطانية 1 في عشرة قوة 5 في محصلة المجال المغناطيسي حسبناها 4 بالعشرة في عشرة قوة وسالب 5 في جي يلا ركزوا معني هلا انا عندي المجال المغناطيسي او محصلة المجال المغناطيس طرعت اكس نحو الداخل والبروتون حكايا لي يعبر نحو الشرق يعني هاي البروتون متحرك بتيجاه اليمين هاي عين سرعته اذا زاوي بينهم 90 جابي 90 وساوي 1 في عندي انا بتضرب 4 هون 1.6 6.4 64 بالمية في عشرة قوة وسالة 19 نيوتن الاتجاه بهمي سرعة اصابي مجال نحو الداخل عمود عرحت اليد قوية يعني نحو صاد الموجة نكمل في السؤال الثالث في السؤال الثالث يا جماعة بيحكيلي عن بطاريتين موجودة داخل دارة كهربائية بس بيحكيلي مين منهم قوة دافعة الأكبر حتى السلك هذا ينكمش ركزوا معي شوي هذا بيعطني الأقوة مناصي مؤثر على سلك فإذا رسمت البطارية الأولى هذه قاف دال واحد موجود ضمن الدارة وهي البطارية 2 قاف دال 2 الاثنين مربوطين هون داخل دارة مع مفتاحها حتى إذا أغلق المفتاح فهي بتولد هون تيار كهربائي اسمه تا واحد وهون إذا أغلق بتولد تيار كهربائي اسمه تا اثنين طبعا لا ننسى إنه المجال المغناطيسي عمودي على صفحة نحو الداخل أنا رسمت الرصبي بس هلا ركز معي إذا بتحط إبهامك مع تجاه تيار تا واحد وأصابعك مع مجال نحو الداخل بتطلع القول مغناطيسي للداخل يعني نحو المركز يعني أنا بقصد هون تؤدي إلى إنكماش السلك هلا في حال هون حطت إبهامة جاه التيار وأصابي مجال تطلع القول مغناطيسي للخارج بعيدا عن المركز إذا بتؤدي إلى التمدد خلني نحكي السلك هو بده الآن أن يوم منهما لازم تكون أكبر حتى ينكمش إذا حتى ينكمش لازم عتمد هذا التيار يكون أكبر عشان سير إنكماش إذا بدأت تيار الأول لازم يكون أكبر من تيار الثاني حتى ينكمش السلك في سؤال أربعة عنا في سؤال أربعة مجموعة من الشحناء داخل مجال مغناطيسي أخبرنا في السؤال أن الأربع شحناء紹س متساوية في الكتلة يعني كتلة الأول تساوي كتلة الثانية وتساوي كتلة الثالث وتساوي كتلة الرابع و بالضب المتساوية لماذا من الصرع أعنا في السرعة الأول تساوي سرعة الثالث plugins تساوي سرعة الثانية تساوي سرعة الثالث و تساوي قسر الرابع بالطالب من السرعة ت dont we can choose the point and make the point of which oneR طالبا ومجدها حسب ان بعض النوع ومقدارة and make the point of which oneR oneR النوع من الرسم نقدر نحدد وطلع بس على الرسمة عند الشحنة رقم واحد يا جماعة أكملت مسارها في خط مستقيم فإحنا دائما بنعرف إن الشحنة اللي بتكمل مسارها في خط مستقيم هي متعادلة كهربائيا طيب أنا لما كنت رسالة كلاما أعطيتكم طريقة سريعة قلت لكم إذا المجال في السؤال X نحو الداخل وهذا موجود بهذا السؤال فالشحنة اللي بتدور مع عقارب الساعة بتكون شحنة سالبة والشحنة اللي بتدور عكس عقارب الساعة بتكون شحنة موجبة يعني امشي مع شوي شحنة شين 2 دوران هي أستاذ كان مع عقارب الساعة مع عقارب الساعة إذن هي شحنة سالبة شين 2 سالبة شحنة شين 3 بتدور عكس عقارب الساعة كونها عكس إذن هي شحنة موجبة والشحنة شين 4 قاعدة بتدور في الشكل مع عقارب الساعة إذن هي شحنة سالبة هلأ طالب أرطبهم حسب الشحنة ممتاز الترتيب والتصنيف يا جماعة حسب مقدار الشحنة بتم عن طريق قانون نونقاف تساوي كاف في عين عاشين في غين عندي كلهم بنفس المجال سرعتهم نفسها كتلتهم نفسها فالعلاقة بين نص القطر والشحنة هي علاقة عكسية وعليه تعال باتب الآن حسب أنصاف الأقطار أنا عندي أساس في الشكل النونقاف تبع الثنين تساوي تماماً النونقاف تبع الثلاث أورجيكم على الرسمة شوف نص القطر تبع الثنين هو نص نص القطر تبع الثلاث ولكن كلهما نص قطر أقل من نص قطر أربعة أربعة تحمل أكبر نص قطر يعني نص قطر الثنين يساوي نص قطر ثلاث وهما أقل من نص قطر أربعة هل العلاقة بين شحنة ونص القطر علاقة عكسية وعليه رح أحكي شحنة الثنين تساوي شحنة ثلاث وكلهما أكبر من شحنة أربعة نكمل بالأسئلة عندي في السؤال خامس مستعينة في الشكل طبعا معطيني السؤال سلكين مستقيمين متوازيين فعندي نقطة هون في السؤال طبعا النقطة هاي هي النقطة ألف لألو بدي تسألني وين ألف هايها هاي النقطة جد محصلة المجال المغماطيسي عند النقطة ألف طبعا هاي كبورجتك كم مرة هي ألف طيب في سؤال خمسة ألف يا جماعة تتعرض لثلاث مجالات عندي مجال خارجي معطة في السؤال قيمته ستة في عشر قوة سالب خمسة بحكته بهيك في فرق ألف عنا غين خارجي قيمته ستة في عشر قوة سالب خمسة واتجاهه اكس نحو الداخل في عنا غين مؤثر على ألف من السلك واحد اللي هو هات تعالوا نحسبه ميو نوت في تاع على ثنين باي فا يعني معناته أربعة باي في عشر قوة سالب سبعة فيه التيار طبعه ستة هايو على ثنين باي فيه المسافة بين السلك البسري فيه تيار وبين النقطة ألف هي أربعة سنتيمتر أربعة في عشر قوة سالب ثنين هاي بثنين هاي بواحد هاي بواحد هاي بثنين هاي بثلاث وهاي بواحد اختصر أو حل زين بالدك ثلاث في عشر قوة سالب خمسة تسلا تجاهه بهامي تيار المستقيم نحو اليمين مقطة ألف عينين السلك فبتكون نحو الداخل بدي المجال المغناطيسي مؤثر على ألف من السلك رقم اثنين ويساوي رح عوض مباشرة أربعة باي في عشر قوة سالب سبعة تياره أربعة على ثنين باي في المسافة ثنين في عشر قوة سالب اثنين ثنين واحد ثنين مع اثنين فالجواب أربعة في عشر قوة سالب خمسة تسلا والاتجاه بهامي تيار أيضا نحو الداخل عندي يا جماعة صار ثلاث مجالات مغناطيسية تؤثر عن نقطة ألف وكلهم اكس 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 إذا محصلة المجال المغناطيس تساوي مجموحهم اللي هي ستة وثلاث عندي ثلاثة في عشر قوة سالب خمسة تسلا نحو الداخل هلأ في فرع بار بد النقطة والنقاط التي يمكن أن تمر فيها شحنة نقطية ولا تتعرض لقوة مغناطيسية إلا من المجال الخارجي إذا جبت لي أنت شحنة وعبرت هون عن نقاط رح تكون عرضة لثلاث مجالات مجال خارج ومجال سلك أول ومجال سلك ثاني هو بده المجالات تكون بس من الخارجي يعني أهم المجال الأول والثاني اللي هو طريق الطرح سؤال أين تقع نقطة الانعدام لسلكين متوازيين مستقيمين لما يكون عندنا سلكين متوازيين قيمة التيار الأول أربعة أمبير وقيمة التيار الثاني ستة أمبير والمسافة بين السلكين اثنين سنتيمتر كانوا بسرعك سؤال حدد موضع نقطة انعدام للمجال المغناطيسي تيارين المع بعض يا جماعة نقطة ثاني تقع بينهما وأقرب للأصغر يعني تفترض هون بفترض نبعد عن السلك هذا المسافة الصغيرة فرح يكون بعدها عن هذا هيك عن السلك الثاني بتساوي مسافة الكلية ناقص ف وعليه بساوي مجال الأول بمجال الثاني وبطلع ف يعني ميونوت في تا على ثنين باي ف تساوي ميونوت في تا على ثنين باي ف هذا الأول أول وهذا الثاني ثاني ميونوت مع ميونوت ثنين باي مع ثنين باي يلا نفترض هذا التيار الأول قيمته أربعة أمبير بعده عن نقطة الفرضناها اللي هو ف تيار الثاني 6 أمبير بعده اللي هو المسافة أو 2 ناقص فا المسافة الكليه ناقص ضرب تبادلي بتطلع 8 ناقص 4 فا تساوي 6 فا ودها على الجهة الثانية بسير 10 8 تساوي 10 فا على 10 على 10 إذن جوابي بتطلع المسافة تساوي 8 عفوا على 10 8 بال 10 سنتيمتر هذا البعد عن أبو الأربعة أمبير اللي هو تييئة سلك هذا إذا بدك البعد عن الثاني بدك تحكي 2 ناقص 8 بال 10 هو 1.2 هذه المسافة تساوي سنتيمتر هذا البعد عن 6 أمبير نكمل يا جماعة في السؤال الثالث في الشكل المجاور إذا كانت محصلة المجالات المغناطيسية عند النقطة دال تساوي 2 في 10 قوة 7 نعكس شوي السؤال السؤال بيحكي عن سلك مستقيم يسر فيه تيار وعن مجال خارج وهو معطيني المحصلة وطالب مني حدد مقدار واتجاه التيار تا طيب يلا امشوا معي شوي شوي هلا في السؤال السادس في فرع ألف محصلة المجال المغناطيسي معطا في السؤال وقيمتها 2 في 10 قوة 5 تسلا واتجاهها غرب خلنا أرسم رسمه هون وأقول لك هاي محصلة المجال المجال الخارجي يا جماعة قيمته 4 غين خارجي تساوي 4 في 10 قوة 5 تسلا واتجاه حسب الرسم الشرق هاي مجال خارجي إذا بدأت تكون المحصلة نحو اليسار إذن لازم يكون مجال السلك نحو اليسار ويكونه أكبر دائما المحصلة المجال بتكون مع المجال الأكبر إذن استنتاجي إنه المجال هاد لازم يكون نحو الشرق له مجال السلك لازم يكون غربه وعليه بتكون محصلة المجال هي عبارة عن مجال السلك ناقص المجال الخارجي هلأ محصلة المجال في السؤال معطيني إياها 2 في 10 قوة 5 مجال السلك الآن مجهول منه ننطلع التيار ناقص مجال خارجي 4 في 10 قوة 5 خنوديها على الجهة الثانية بطلع مجال السلك يساوي 6 في 10 قوة 5 تسلا هلأ أين اتجاهها طبعا حكيا نحو الغرب هلأ أنا كوني معي اتجاه المجال لتبع السلك بقدر احدى تجاه تيار وركزوا معي هاي التيار طبعا التيار هيك فبديكون دوران المجال يا مع يا عكس عقارب الساعة حسب تجاه التيار بدي الآن تجاه المجال عند النقطة دعلا أنا مطلعه أنه لازم يكون نحو القرب هاي موضوع المماس يعني كأني بقول لك أنه المجال بكون عبارة عن حلقة دائرية تحيط بالسلك وكأنه بديد لفة كثيرا بديدور بعكس عقارب الساعة بحط أصابع مع تجاه المجال بهم يشيل التيار في التيار رازم يكون نحو الداخل ظل علي مهمة أخيرة أني أحسب مقدار التيار هلق غين السلك قانونه ميونوت في تا على 2 باي فا غين السلك 6 في 10 قوة سالب 5 ميونوت 4 باي في 10 قوة سالب 7 تيار السلك مستقيم ما بعرف 2 باي شوفوا مسافة بين التيار وبين النقطة هي 4 سنتيمتر فدر 4 في 10 قوة سالب 2 2 ب1 1 ب2 بتضرب التبادل بتطلع 12 والأسس بتروح مع بعضها إذا انت واتجاههم نحو الداخل زي ما اتفقنا بالنسبة لاتجاه في فرع با بتدرقوا المغناطسية المؤثرة على 5 سنتيمتر من هذا السلك أوكي هلأ قاف تساوي تالام غين جيب ثتة أنا بحسب قاعد للسلك واتذكروا قلت لكم بالسلك دائما من نعوض المجال الخارجي نطلع على الشكل رأعوض هذا المجال أوكي طيب طبعا السلك اتفقنا تياره نحو الداخل والمجال المغناطيسي المؤثر عليه نحو اليمين فنعوض تيار المار بالسلك حسبناه مع بعض فرع الماضي كان 12 لان طول السلك حكاري 5 سنتيمتر 5 في عشرة قوة وسالب 2 والمجال الخارجي في نص السؤال 4 في عشرة قوة وسالب 5 في جيب طبعا 90 على الشكل منوضح لجيب التسعين هاي فيها بواحد أنا عندي هون 25 240 في عشرة قوة وسالب 7 نيوتن لاتجاه تبهامي تيار أصابي مجال تطلع القوة نحو الجنوب نحو الجنوب في سؤال 7 الشكل يمثل ملف دائري مكون من 3 لفات وموصل مستقيم بالاعتماد على بينات المثبتة عليه فاحسب مقدار وحد اتجاه القوة المغناطيسية المؤثرة في شحن لحظة مرورها بالنقطة ميم بسرعة 3 في 10 قوة 5 متر لكل ثاني اوكي دائرية فابدى ابدأ مجال احسب مجالات لانه احنا بالقوة نصيب مؤثر على شحنة مفروض نعوض محصلة المجال مش زي السلك قبل شوي فبدي احسب اول شيء المجال من الملف الدائري اللي يساوم مينوت في تا في نون على 2 نون قاف يعني عندي 4 بايف 10 قبوة سالب 7 في تيار الملف الدائري في السؤال هاي موجود على الرسم 4 أمبير في نون عدد لفات ومعطيك في نص السؤال 3 على 2 في نص قطر واضح بالرسم 3.14 3.14 هي نفس قيمة طبعا في عشق ووسالب 2 أنا سنتيمتر نفس قيمة باي أنا عندي الاربع هاد اختصر على 2 هاي فيها بواحد وعندي 2 في 4 8 في 3 هاي 24 في عشرة ووسالب 5 تسلا الاتجاه مصابع تيار ابهام يشير لاتجاه المجال في المجال باتجاه الناظر تعالوا نقص بس لمجال المستقيم ميو نوت فتاع على 2 باي ف يعني عندي الاربع باي فعشرة قبوة سالب سبعة في تيار السلك المستقيم يا جماعة 6 على 2 باي في المساب بين السلك المستقيم وبين النقطة عندي مجموعة القيمتين هادول يعني عندي 3 فاصل 14 وست 80 يعني جواب 4 ف4 في 10 قوة سالب 2 هاي فيها 2 فيها 1 فيها 1 فيها 2 فالجواب 3 في 10 قوة سالب 5 تسلا بالنسبة الاتجاه بهامي تيار على اليمين بيكون نحو الداخل تمام هلأ عندي مجالين متعاكسين في الاتجاه فمحصلة المجال المغناطيز تسال المجال الأكبر له 24 ناقص مجال الأقل فالجواب 21 في 10 قوة سالب 5 تسلا والاتجاه مع الأكبر له باتجاه الناظر هلأ بحسب القوة المغناطيز بتاثر على شحن هي 20 عيم محصلة غين ج بث 3 إنسا للشحن محصلة مجال هلأ الشحن بتعبر 1 مايكرو 1 في 10 قوة سالب 6 تتحرك بسرعة مقدارها 3 في 10 قوة 5 تجاه سرعتها نحو الشمال يعني بدي حط السرعة هيك نحو الشمال وأنا عندي محصلة المجال المغناطيسي دوت العساس أقول لك أنه رح حط هون ج بال 90 اللي يساوي 1 فمحصلة عفوا المجال لأني مع وطلي 21 في 10 قوة سالب 5 بيظل عندي هاي الناظر هاي هون فالقوه باتجاه سين سالب أو نحو سين موجب عفوا أو نحو يمين لا في سؤال 8 بحكينا في السؤال 8 بالاعتماد العبدان تثبت على الشكل مجارو إذا كانت محصلة المجال عند النقطة 0 ممتاز يعني أنت عم تحكي عن نقطة عدام للمجال عند النقطة 0 ليتقع داخل اللولبي هاي النقطة تتعرض لمجالين متساويين في المقدار ومتعاكسين في الاتجاه بدي يسويهم بعض اللي هو مجال اللولبي بالإضافة لمجال المستقيم ميونوت فتا فنون علام تساوي ميونوت فتا على 2 باي فا وهيك النفاذية نشيلها مع بعضها نبدأ تعود هلأ ملف اللولبي حكيلي في السؤال أنه تيار 7 بالعشرة فسبعة في عشرة قوة سالب واحد وعدد لفاته عشرة قوة 2 يعني 100 وعندي طوله 2 باي سنتيمتر 2 في عشرة قوة سالب 2 2 باي في عشرة قوة سالب 2 يساوي تيار السلك المستقيم هو مطلوب بالسؤال باتجاهه ومتداره فابضو حتى على 2 باي في مسابين سلك المستقيم بين نقطة 2 سنتيمتر فتنين في عشرة قوة سالب 2 عشرة قوة سالب 2 مع عشرة قوة سالب 2 2 باي مع 2 باي بدا اضرب 2 في 7 14 فراحكي التيار يساوي 140 امبير طب اتجاهه شوف عليك كيف اشتغل الاتجاهات هلا بالنسبة لملف اللولبي يصنع مجالة مغناطسية نحو سين سالب اذا غين اللولبي سين سالب سين الموجب فلازم يكون اتجاه التيار درب لك الدوران هيك صف للسلك المستقيم بعكس عقارب الساعة فتيار لازم يكون دوت اذا باتجاه النظر نجي للسؤال التاسع في سؤال تسعة عنا ملف ملف دائري ومللف لولبي معطينا معلوماتهم كاملة وطالب محصلة المجال في المركز ممتاز اختر مجال اول مجال الدائري ميو نوت في تا في نون على اثنين نوقاف نبدأ بالطاويل ميو نوت اربعة بايف عشر قوة سالب سبعة وعندي تيار الدائري في السؤال هيركز معي هلأ هون معطينا معلومات اللولبي يتحد في المركز مع ملف لولبي طوله هي عدد لفاته وهي تيار اذا معلومات الاولى هاي للدائري تيار لما تختصر 6.28 مع باي بتعطيك 2 2 في 2 4 مع الاربعة ببسط بروحه فالجواب عندي خمسة في عشرة قوة سالب ثلاثة تسلا تمام انا رفعت هاي فيها بسالب خمسة ورفعت الموجب فصارت سالب ثلاثة تسلا اتجاه بحط اصابي مع تيار الدائري ابهام يشير المجال هاي بتيار نحو الاعلى فابهام يشير المجال نحو سالب هلا تعالوا نحسب غين لولبي طبعا قانون غين لولبي ميونوت في تا في نون على يعني 4 باي في 10 قوة سالب سبعة في تيار الملف اللولبي في السؤال له 7 تمام هاي هلا نون عدد لفات 200 2 2 10 2 2 على طوله 12.56 في 10 قوة سالب 2 12.56 هي 4 ضعاف باي فهاي فيها باربعة وهاي فيها بواحد واربعة مع اربعة راح مع بعض فمبدئيا جواب عندي سبعة في اثنين عندي 14 والأصص نفس 10 قوة سالب 3 تسلال اتجاه أصابع تيار ابهام يشير المجال نحو سين برضو سالب هلا المجالين هما نحو سين سالب فمحصلته ناتج جميعهم فمحصلة المجال تساوي عندي الـ 5 وعندي الـ 14 إذن 19 فعشرة قوة سالب 3 تسلا والأتجاه نحو سين سالب اجا في فرع باء هذا كله كان فرع ألف في فرع باء بحكي بدي القوة المغناطيسية المؤثرة في شحنة مقدارها واحد ماكرو ولحظة مرورها بالمركز بسرعة 200 نحو الشمال سمعنا في فرع باء الشحنة تعبر بسرعة نحو الشمال هذه عين محصلة المجال المغناطيسية قبل شو طلعنا نحو سين سالب هذه محصلة غين بدي أحسب القوة المغناطيسية فأضع شين عين للمرة الرابعة بأقول لك محصلة غين جيب ثتة قيمة الشحنة تعتبر 1 1 1 10 قوة سالب 6 تتحرك بسرعة مقدارها 102 10 قوة 2 محصلة المجال المغناطيسية معنا 19 10 قوة 3 جيب 90 و جيب 90 طبعا يساوي 1 هاي عندي 2 هاي 18 2 3 38 30 في 10 قوة أنا عنده سالب 1 سالب 7 باتجاه بهان السرعة صعب مجال إذن هي باتجاه الناظر السؤال بعده بحكينا على الله تبدو القوة المغناطيسية الشغلة في نقل الشحنة داخل المجال المغناطيسي قلنا لأنه يا جماعة تبقى سرعة الشحنة ثادثة تمام بدأ أرجيك إياها بس سؤال عشرة أرجيك إياها الشغل قانون قاف في جتة الثتة هلا في المجال المغناطيسي بتتحرك هاي عين إزاحة والقوة بتكون دائما باتجاه المركز هاي قوة مركزية فإزاحة هي نفس اتجاه السرعة فبتكون دائما نزاوي بين إزاحة وبين السرعة اللي هي تسعين درجة وجهة التسعين يساوي سفر فبكون الشغل مبثول يساوي سفر أيضا تغير في الطاقة الحركية هو يساوي الشغل وكون الشغل سفر إذا إذا تغير الطاقة الحركية تساوي صفر فبتطلع السرعات متساوية بحوله لنصي بس عشان أقدر أجاب سؤال التعليم نطلع على شوية ضع دائرة على أسئلة المجال المغناطيسي عند دخول جسين مجالا مغناطيسيا منتظم بشكل يعامد هذا المجال فإن سرعة هذا الجسين حرفته أو اتجاهه كان يعامد المجال يعني يتعرض لقوة وارجيك هاي السرعة والمجال المغناطيس مثلا نحو الأعلى المهم أن يكونوا متعامدين لا إحنا قلنا أن المجال المغناطيسي لا يغير من مقدار السرعة وإنما فقط اتجاهه إذن تتغير بالمقدار والاتجاه غلط هي لا تغير بالمقدار تتغير بالمقدار فقط غلط هي لا تتغير بالمقدار تتغير بالاتجاه فقط إذن صحيح هون تبقى ثابتة مقدار بالاتجاه طبعا لا الانتجاهه بتغير فالجواب G يبين شكل مجاور سلكا مستقيمان ومتعامدان يمر فيهما تيارين متساويين النقاط التي يمكن أن نعدم عندها المجال المغناطيسي المحصل هما فيه نقطتين رأي عمل تست حتى يكون عندي انعدام هاي ينعدم إذن لازم يكون في مجالين متساوين ولازم يكون متعاكسان بالاتجاه فأنا بدأت دور على مجالات متعاكسة في الاتجاه طلع لي عاصمة تيار الأول يمين مجالها دوت تيار الثاني للأعلى مجالها X إذن أوكي اعتمد لي سين لأنه مجال أنا عندها في عندي مجال X ومجال دوت طلع لي مثلا على النقطة ه مجال الأول داخل مجال الثاني داخل إذن أهمل ها لماذا؟ لأنه مجالين الاثنين بأثر عليها XX نحو الداخل صاد دوت وصاد دوت إذن مجالين بأثر على صاد دوت دوت إذا جربت بواو بطلع مجال X ومجال دوت فالنقاط المعتمدة بالنسبة لي هي واو وهي سين إذن سين مع واو يبين شكل ملف دائري يصنع مجاله من المواطسين في مركز مقدار 2 في عشرة قوة سالب 5 تسلة وسلك مستقيم يولد مجاله من المواطسين في مركز ملف الدائري مقدار 1 في عشرة قوة سالب 5 إذا عبرت شحنا بسرعة حلو كثير السؤال وركز مع كيف ده حلو هلأ عشان أحل السؤال الثالث هو بحكي لي عن مجالين في مركز ملف الدائري تمام؟ في مجال من الدائري ومجال الدائري قيمته 2 في عشرة قوة سالب 5 تسلة وتركه في السؤال الاتجاهات عليك فأنا هيك الدوران فالمجال بيكون نحو الداخل مجال المستقيم المؤثر قيمته 1 في عشرة قوة سالب 5 تسلة وترك الاتجاهات عليك أخذ المماس عند النقطة للي ناسي كيف هلأ هاي المجال وهذا صلك مستقيم فبحكي تجاه المجال هون يمين وهون تجاه المجال نحو الأسفل فهو نحو الجنوب فإذا بدأ وجد محصرتهم لأن احنا قلنا دائما الشحنة لما نحسب قوتها المغناطيسية في 20 عيم محصلة غين جيب ثيتة إذا بدأ أخذ المحصرت تطلع جذر لأنه الزاوية بينهم زاوية 90 بس ننتبه إلى حركة الشحنة الشحنة معطيني مقدارها 1 بمايكرو بدأ نقولها 1 في عشرة قوة سالب 6 تتحرك بسرعة مقدارها 1 في عشرة قوة 5 وبدأ حط محصلة المجال وجيب هلأ وين حركته الشحنة؟ مركز المغناطيسي باتجاه القوة المغناطيسية المؤثرة طبعا أنا بحكي عن تجاه الحركة تبعتها كان نحو الداخل وقف سرعة داخله مجال المغناطيسي تبع الدائري داخل مجال المغناطيسي تبع السلك المستقيم للأسفل هلأ ركز معين لما يكون في بجانب بينهم زاوية 90 ودك تحسب القوة المغناطيسية تأكد إذا كانت السرعة مع أو عكس أحد المجالين يلغى ليش أستاذ؟ لأنه تطلع لي على السرعة والمجال هون هون بنفس الاتجاه فالزاوية بينهم صفر وجيب الصفر كم يساوي؟ صفر إذن ما بحي داعي أدرس مجال الدائري ركز بالفكرة صف عندك تدرس مجال المستقيم إذن هون أنا تعويدي مش لمحصلة المجال بس للمستقيم كحالة استثنائية بس مجال المستقيم 1 في 10 قوة سالة 5 والجيب طبعا اللي هو بين إكس وبين الأسفل جيب التسعين راحت فيها بواحد فالجواب 1 في 10 قوة هدول راحوا مع بعض سالة بستة نيوتن الاتجاه بهان مع اتجاه السرعة أصابي مجال نحو الجنوب مع موديا راح تلطقوه نحو سين سالة إذن نحو الغرب نحو الغرب هي خياراتي 1 في 10 قوة سالة بستة فرق ألف حتى تستمر شحنة موجبة بالحركة في خط مستقيم نحو الشرق يماشي باتجاه الشرق وبدأتخلي مصارف خط مستقيم في مجال المغناطيسي منطلم في يجب أن يكون اتجاه هذا المجال المنطلم نحوه شوف هي أصلا مجال المغناطيسي بأدي لانحراف الشحنة فممكن تنحرف للأعلى أو تنحرف نحوه لأسفل لأنه قلنا هو يغير اتجاه سرعتها بدأ يتمشي بخط مستقيم إذن أنت بدأ قوتها المغناطيسية تكون تساوي سفر على رأسي إذن بدأ القول المغناطيسية تكون تساوي سفر إذن لازم يكون السرعة عفوا توازي الغير يعني قصد المجال المغناطيسي لازم يكون معها أو يكون مجال المغناطيسي عكسر إذن محاور بديها للمجال تكون شرق أو غرب فهي عندي هون ده الغرب طبعا ما في شرق لأنه بصير السؤال خطر لان يبين الشكل الآن سلك على شكل شبه منحرف يسري فيه تيار كهربائي موضوع في مجال المغناطيسي منطلم إن الضلع الذي يتعرض لأكبر قوة مغناطيسية هو الضلع نشوف الضلع المعرض الأكبر قوة طيب هلأ قانون القوة المغناطيسية اللي هي تالم غين جيب ثيتا كلهم ضمن دارة واحدة في التيار تبعهم ثابت عند الاختلافات طبعا والمجال ما تسمؤثر عليهم واحد نحو الشمال الاختلافات هي في الطول وفي جيب الزاوية متى تكون قوة مغناطيسية أكبر ما يمكن لما تدرس ثيتا تساوي تسعين فلهيك راح أهمل الضلع صاد سين راح أهمل الضلع زين ها يعني صاد سين هملية وها زين هملية لأنه هنا في عندي زوايا شوف هاي يصنع التيار مع المجال زاوي معين ما بدي يا أنا هسا شكري صف على الضلع سين ها وعلى الضلع صاد زين لأنه كلهما زاويته كم تسعين وينصف الكود الآن في الطول لأن اللام تبعة صاد زين هي أكبر من اللام تبعة سين ها لاحظ هاي طول صاد زين وهي طول سين ها فهذا الطوله أكبر فلهيك راح يكون مجال صاد زين أعلى من مجال سين ها فالجواب صاد زين أو زين صاد طيب عندنا السؤال بعده لنسؤال الثاني عشر هو الأخير في المجال المغناطيسي طبعا السؤال أول ما أطلع عليه بأشوف أنا جهدين ألواح متوازية وفي عندي مجال مغناطيسي هون في السؤال دوت وكيف أنا عندي قوة لورنتز في السؤال الشكل المجاور يمثل جسين مشحون بشحنة واحد ماكرو كولوم يدخل حيز بين لوحين متوازين تفصل بينها مسافة 5 سنتيمتر موضوعا في مجال مغناطيسي منتظم مقداره 3 تسلا طبعا متحرك بسرعة 3 في عشق و 4 متر لكل ثاني احسب جهد اللوح الموضح في الشكل ليتأثر الجسم بقوة لورنتز مقدارها 7 بال 10 نيوتن ممتاز هلأ الجهد موجود من القوة بس أنا قبل بداية السؤال أنت معطيني في السؤال 12 معطيني أنه قوة لورنتز اللي هي محصلة القوة تساوي 7 في 10 قوة وسالب 1 نيوتن واتجاهها نحو الجنوب هلأ أنا ممكن أحسب القوة المغناطيسية اللي هي شين عين غين جيب ثتة قيمة الشحنة 1 بمايكرو 1 في 10 قوة وسالب 6 السرعة الماشية فيها هي الشحنة 3 في 10 قوة 4 وعندي المجال المغناطيسي المؤثر عليها في نص السؤال 3 تسلة وعندي جيب التسعين لأنه سرعتها نحو اليمين والمجال دوت باتجاه الناظر وهيك بقدر أقول لك أنه جواب هون بتطلع 9 في 10 قوة وسالب 2 نيوتن يعني إذا بدك يعني خلنا أكتبها 9 بال 10 في 10 قوة وسالب 1 نيوتن طبعا اتجاهه بهامي سرعة أصابي مجال دوت باتجاه الناظر بتطلع القوة المغناطيسية نحو الجنوب هيقاف مغناطيسية نحو الجنوب طيب هلأ صار عندي القوة المغناطيسية قيمتها طلع محصلة المجال ركز معي قيمته كم 7 في 10 قوة وسالب 1 والقوة المغناطيسية طلع مقدارها 9 بال 10 قوة وسالب 1 نيوتن واتجاهها نحوين نحو الجنوب إذا طلع شو ده سوهم محصلة القوة نحو الجنوب وعندي قوة كمان نحو الجنوب بس القوة هاي كمقدار 9 بال 10 وهي 7 إذا لابد من إضافة مقدار جديد للتسعة بالعشرة لحتى أو الصلمين للسبعة اللي هي محصلة المجال إذن هيك بستنتج أن القوة الكهربائية لازم تكون نحو الأسفل بنفسي تجاه القوة المغناطيسية ومحصلة قوة لورنتز هي عبارة عن مجموع قوة كهربائية زائد قوة مغناطيسية محصلة قوة لورنتز طلعت 7 في 10 قوة سالب 1 تساوي قوة كهربائية من جهولة زائد القوة المغناطيسية تسعة بالعشرة في عشرة قوة سالب 1 والدهون عجال الثاني بتطع القوة الكهربائية تساوي 6.1 في عشرة قوة سالب 1 نيوتن هلأ معنا اتجاهها في الشكل أنا صار معي القوة أحيان بنعرف أن القوة الكهربائية تساوي ميم في شين أنا بقدر أحسب مجال الكهربائي 6.1 في عشرة قوة سالب 1 تساوي مجال مجهول قيمة الشحنة اللي هي في السؤال 1 مايكرو 1 في عشرة قوة سالب 6 على 1 في 10 قوة سالب 6 على 1 في 10 قوة سالب 6 الاختصارات بتطلع معي قيمة المجال تساوي 6.1 في 10 قوة 5 فولت لكل متر أو نيوتل لكل كولومزين لتر لا احنا بنعرف كمان في قانون بحكي انه جهد الالواح يساوي المجال في المساف بين اللوحين وانا عندي في السؤال الجهد خليه مجهول وهو فرق الجهد بين اللوحين قيمة المجال الكهربائي 6.1 في 10 قوة 5 والمساف بين اللوحين الجماعة 5 سنتيمتر يعني 5 في 10 قوة سالب 2 بيضال عندي هون احكي انا 6.1 هي 5 وخمسة هي 30 30.5 في 10 قوة 3 طبعا هاي الجهد الكهربائي بوحدة طبعا الفولت هلأ الجهد هو عبارة عن ناتج طارق الجهدين جهد مرتفع ناقص جهد منخفض تمام هلأ فرق الجهد الكهربائي كم طلع 30.5 والجهد هات كم يساوي 100 يعني لازم يكون هذا الجهد الاكبر فبدأ احكي جهد مجهول ناقص المية يساوي بدي بس اوحد قصص هاي دمالها 10 قص 2 فهاي بيصير 300.5 في 10 قص 2 والجهد الثاني بيصير جمع بجمعها مع واحد يعني جهد دال يساوي 301.5 في 10 قوة 2 هلأ موضوع السؤال مش الارقام موضوع السؤال هو بس التركيز هلأ فصل يا جماعة الحث الكهرومغناطيسي هلأ شوية نسائل على الحث في السؤال الأول عندنا سلك طوله 31.4 متر هذا لام تساوي 31.4 متر صنع أنه ملف دائري عدد لفات ونون تساوي 50 لفة ثم غمر في مجال مغناطيسي منتظم مقداره 3 بالعشرة تسلا يخترقه بحيث يصنع زاوية مع سطحه مقدارها 30 يعني الزاوية يركز معي الزاوية بين المجال المغناطيسي والسطح تساوي 30 وإحنا ما بدنا إياها إحنا بدنا الزاوية بين المجال المغناطيسي ومتجه المساحة إذن رح أخذ متمتها يعني الزاوية بدي إياها 60 إذا تم تدور الملف بحيث أصبح المجال يعامد سطحه يعني أصبح المجال المغناطيسي يعامد السطح يعني يصنع معه زاوية 90 برضو ما بدنا إياها بدنا الزاوية بين غين ومتجه المساحة يعني أصبحت تساوي صفر دول شرحناهم سابقا بس ركز فيهم نكمل خلال طبعا زمان مقداره واحد في عشرق وهو سالب ثلاث ثاني احسب متوسط قوة دافح الثين المتولدة في الملاف طبعا عشان تكون بالصورة تغيره يا جماعا صار في قيمة الثيتة الزاوية هو هذا الأنشاء تغير أو قوة دافح الثين نعم قافة حدال تساوي سالب نون دلتا فاي على دلتا زين يساوي سالب نون عدد لفات خمسين دلتا فاي عندي فيها غين عندي فيها ألف وعندي فيها جتا ثيتا بس دلتا جتا ثيتا على دلتا زين سالب هاي خمسين عندي المجال المغناطيس ثلاثة بالعشرة ثلاثة في عشرة قوة سالب واحد في ألف مساحة المقطع هلا يا جماعة عشان طلع مساحة مقطعه انتبه عندي شوي أنا السلك المستقيم صنعت منه حلقة دائرية فأنا عشان هيك ممكن أحكي تنين باي نونقاف اللي هو محيط الدائرة هو يساوي طول السلك لام هلا تنين باي فيه بدأ طلع نص القطر يساوي لام الطول اللي هو واحد تلاتين فاصل أربع يعني بدأ أكتبها ثلاثة فاصل أربعة عشرة قوة واحد عساس أشيرها مع قيمة باي فبضل عندي قسمة على اثنين فنونقاف تساوي خمسة متر هلا من نونقاف أنا بقدر أحسب ألف مساحة المقطع لأنه دائري اللي هو باي نونقاف تربية باي في مربع نص القطر بنحكي عن خمسة وعشرين إذن خمسة وعشرين باي مفروض الجواب هلا إذا ما نعود قيمة ألف بدأ أحكي خمسة وعشرين باي في دلتا جتا الجتا كانت ستين أصبحت سفر فبدأ أحكي جتا السفر ناقص جتا الستين على الزمن واحد في عشرة قوة سالب تلاتة وتساوي طبعا جتا السفر يا جماعة هو عبارة عن واحد وجتا الستين هو عبارة عن نص فواحد ناقص نص الجواب نص ونص عندي هون أنا بدأ أضرب مثلا بخمسة وعشرين المهم بدأ حط هون الجواب إنه عبارة عن مية وخمسين سالب لهي خمسين في ثلاث فيه العشرة قوة سالب واحد يا بدأ عملها عشرة قوة اثنين وعندي نص ضرب 12.5 باي لأنه انقسمت الـ 25 على نص وهيك نطلعنا بالفولت القوة الدافعة الحثية لا في السؤال الثاني عندنا ملف لولبي عدد لفاته عشر قوة ثلاث لفة ومساحة مقطعه العرضي تسوي حصن تربيع طوله 12.56 ويسري فيه تيار مقدار 1 أمبير إذا عكس اتجاه المجال خلال 1 ملي ثاني يعني يا جماعة المجال إذا كان موجب أصبح سالب المهم في الفرع الألف مطلوب بني نحسب معامل حث الذاتي فيه قانون المحاث المتعلق بالعوامل له ميو نوت في نون تربيع في ألف علام هلأ ميو أربعة باي في عشر قوة سالب سبعة وعننا عدد لفات تربيع عشر قوة ستة فيه ألف مساحة مقطعه واحد في عشر قوة سالب أربعة على لام طوله لهو 12.56 في عشر قوة سالب تنين هلأ 12.56 باختصرها مع باي فيها بأربعة يا جماعة فهي أربعة وهي واحد وأربعة بأربعة عندي ستة الوصص عندي في السؤال تطلع سالب تلات هنري في فرعبها طالب مننا متوسط قوة دافعة حثيين متولدة في المحث وحدد نوعها نشوفوا القوة الدافعة الحثية قافة حدال تساوي سالب محاثة دلتتا على دلتزين تساوي سالب الستة عشر قوة سالب تلات طيب تيار كهربائي في السؤال حكالي أنه قيمته واحد أمبير وعكست تجاه التيار يعني صار سالب واحد ناقص واحد علم فترة زمنية خلال واحد ملي ثاني واحد في عشر قوة سالب تلات هون بسطوا مقام شلتهم هدول بطلع جوابهم سالب اثنين في سالب ستة عشر إذا موجب اثنين وثلاثين هلأ كون القوة الدافعة طلعت موجبه إذن هي قوة دافعة حثية طردية وبدأ أكتب هيك اسمها قوة دافعة حثية ذاتية لأنه هذا حظ ذاتي طردية لأنه إشرتها موجبه طيب نكمل عندنا في سؤال ثلاث في الشكل المجاور موصل مستقيم ألب باب يتحرك في مجال مغناطيسي بحيث ولد فيه تيار حثي داخل الدارك ومضح في الشكل هاي تجاه تيار حثي بدنا نقداره تجاه سرعي لتحرك فيه هذا الموصل طيب في سؤال ثلاث أنت عم تعطيني التيار الحثي وهذا سلك مستقيم يصنع قوة دافعة حثية نعرف أنه التيار الحثي يساوي القوة الدافعة الحثية على قيمة المقامل وهيك أنا بقدر أحسب القوة الدافعة حثية بأنها تساوي التيار الحثي في السؤال قيمة 3 أمبير في المقامة الكهربائية 3 إذن هي 9 فولت قانون قوة دافعة حثية لموصلة مستقيل لا معين غين والقوة الدافعة الحثية 9 تساوي عن طول الموصل أعطاك إياها في نصف سؤال 5 سنتيمتر ف5 في 10 قوة وسالب 2 عين مجهولة شدة المجال المغناطيسي يا جماعة 4 بالعشرة 4 في 10 قوة وسالب 1 يعني عم نحكي عن سرعة عين كمقدار هي تساوي 5 في 4 هي 20 السفر الراح إذا بنحكي عن 9 على 2 فبطلع الجواب هون 9 5 2 4 ونص وبدأحكي الأسس في 10 قوة موجة ب 2 طبعا متر لكل 3 طيب هلأ إحنا هون تمكننا من حساب بقدار السرعة بس طلع علي أحدد اتجاهها اسمع علي تيار حثي جوه الموصل بمشي من باقي لألف فبدأ قسم تيار حثي هايو وذكر تيار حثي هو نفس القوة المغناطيسية بتأثر على شحنة موجب يعني قزي نفس الاتجاه مش قزي نفس المقدار يعني المجال المغناطيسي عمودي على صفحة نحو الداخل يعني صفحة السؤال مع قوة مغناطيسية لشحنة ومع مجال المجال حجز بحور الزينات والقوة حجزة بحور الصادات إذا ما تكون أنت سرعتك على السينات طيب بغرس أصابع مع اتجاه المجال المغناطيسي نحو الداخل بلف أصابع لحد ما يصير القوة نحو الشمال إبهام يشير للسرعة إذا سرعة نحو سين الموجب في السؤال الرابع معطينا رسم بياني بمثل التغيرات في أو قيمة التغير في التضفق أثناء دراستنا لملف تمام هلا في نص السؤال معلومات عندي عندي نون عدد لفات الملف وعندي تيار كهرباء أربعة بالعشرة يعني معلوماتي أنا كامل في السؤال هلا مطلوب مني في السؤال طبعا معلش في نقاط بس بالسؤال هون أمش موضحي راح أرسمها طلع علي هاي النقطة اسمها ألف هاي النقطة اسمها با وهاي النقطة اسمها جي للأساس تقدر تتعامل مع السؤال يعني هو نقص بالسؤال جد مقدار المجال المغناطيسي عند النقطة با هلا النقطة با أنا معي يا جماعة أتضفقها اللي هو ثلاث وفي معي كمان الزمن تبعها اللي هو ثلاث قانون التضفق يا جماعة بحكي في تساوي غين ألف جتة ثتة هلا قيمت التضفق في السؤال اللي هي ثلاث فيعوض ثلاثة ويبر هلا بورجيك التعويض ألف مساحة المقطع في السؤال واحد صنب تربي إذن واحد في عشرة قوة سالب أربعة عندي غين مجهول وعندي الجتة هو نقص بالسؤال عادي اعتبره جتة صفر يساوي واحد فبطلع غين شدة المجال المغناطيسي عفوا بس التضفق قايصه بالمايكرو ويبر فأنا هاي رح أضروها بعشرة قوة سالب ستة بطلع الجواب تلاتة فعشرة قوة سالب اثنين تسلا هذا كله فرع ألف في فرع طالب نجد مقدار التضفق المجهول الموجود على الرسم تمام فأنا أمشع قانون تيار الحثي اللي يساوي قوة الدافع الحثي على مقاوم ومنه أحسب مقدار القوة الدافع الحثي لأنه معطينا تيار الحثي أربعة فعشرة قوة سالب واحد ومعطينا المقاومة عشرة فأربعة فولت وأنا بعرف أن القوة الدافع الحثية تساوي سالب نون دلتا فاي على دلتا زين أفهمك شغلية يا جماعة في التضفق من عند ألف لعنجين في التغير فيه تولد تيار حثي مقداره أربعة بالعشرة فأنا على هذا الأساس قاعد بشتغل من تيار حثي طلع القوة الدافع الحثي متولده وهلا أبدأ كمل حال هلا القوة الدافع الحثي متولده مقدارها أربعة تساوي سالب نون عشرة قوة ثلاث التغير في التضفق خلينا مبدأ نحطه دلتا فاي مجهول بعرفش كم على دلتا زين زمن شوف علي من واحد إلى جيم زمن كانت ثلاث ثلاث ناقص واحد يعني تساوي اثنين في عشرة قوة سالب ثلاث على الضرب التبادل عندي هنا الجواب ثمانية في عشرة قوة سالب ثلاث تساوي سالب عشرة قوة ثلاث دلتا فاي على سالب عشرة قوة ثلاث على سالب عشرة قوة ثلاث اختصرنا إذا بدأحكي دلتا فاي هي عبارة عن تساوي ثمانية في عشرة و سالب ستة كو م buy هلأ أنا أتمكن بس دا حكي لك شغلك هون التغير في تضفق موجب يعني عند زيادة تضفق فالقوى الغافت على الحثية لازم تحميل إشارة سالبة فأنا هون لازم عوض إشارة سالبة ركز بعيد تغير في تضفق موجب يعني هون القوى الغافت على الحثية إشارة سالبة إذا هذا الجواب هون فيه سالب سالب السالب بصير موجب لما أوجد دلتا في التضفق اللي هي من الفترة الزمنية من عند ألف إلى ج هي تساو فاي 2 ناقص فاي 1 دلتا فاي طلعت 8 في 10 قوة سالب 6 هلأ الفاي 2 قيمتها 9 في 10 قوة سالب 6 ناقص فاي 1 انه بعد تعجها التاني بيصير سالب 1 في 10 قوة سالب 6 تساوي فاي 1 طبعا بإشارة سالب سالب السالب موجب فهي طلعنا التضفق المجهول في فرع جي بقول لي أرسم العلاقة بين القوى الدافع الحثية متولدة في الملف والزمن هلأ انت حاسب صابقا القوى الدافع الحثية طلعت مع قوى الدافع الحثية سالب 4 فولت ليش سالب بركز أنا قاعد بحط إشارة سالبة لأنه تضفق قاعد يزداد فهي تقام زيادة بالنقصة هلأ الفترة الزمنية اللي قاعد بدرس له الزمن كامل من عند السفر لحب ما أوصل للثلاث إذن أنا إذا رسمت العلاقة هون قوى دافع حثية ومع زين الزمن وحطت الأزمان كلها اللي هو عفوا سفر هون هاي 1 هاي 2 هاي 3 الموجدات بالسؤال بقولون القوى الدافع الحثية موجودة هون وتحمل إشارة سالب 4 فولت طيب كمي في السؤال اللي بعده طبعا فيه نقص في السؤال الفرع باف عشان يتركز معي كيف داحل له في السؤال الخانس عم بحكي لي أجب عن أسئلة تالية يعني أن إضاءة المصباح تقل هلأ آه دقيقة شوي إذا إضاءة المصباح يا أستاذ عندك قاعدة بتقل وذلك يعني ها أصحى شو بتحكي التيار الكهربائي المتولد فيه كل من هدول مع اتجاه البطارية بتولد التيار هي اتجاه التيار نحو الأعلى وهون التيار الأصلي في الدارة نحو الأعلى وهون التيار متولد هيك 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 هي تجاه التيار الأصلي وهون تجاه التيار الأصلي هاي في الدارة فأنا قاعد أرجيك بس تجاه التيارات الأصلية إذا إضاءة المصباح في السؤال تقل إذن لابد أن يكون التيار الحثي اتجاهه بعكس تيار الدار الأصلي عشان يقلل من إضاءة المصباح وصلت؟ إذا لأنا هدفي في الأفرق ألباجين أن أعمل تيار حثي بعكس اتجاه تيار الأصلي نيجي على الرسم الأولى إذا عملت تيار بعكس اتجاه تيار الأصلي معناته الاتجاه تيار حثي نحو الأسفل هيتها فتحة وإذا صار مع اتجاه تيار حثي بطلع المجال المغناطيس الحثي إذا المجال المغناطيس الحثي هنا نحو اليمين هذا غيم فتحة إذن لحتى يكون هذا الكلام صحيح وعند المغناطيس قعد يقترب إذن لازم يكون المجال المغناطيس الأصلي هيك ليه؟ لأنه قعد يقترب وهو يقوم زيادة بإيش بالنقصان فالمجال الحثي بعكس المجال الأصلي لا طبعا هذا يعني أنه هذا قطب شمالي وهذا يعني أنه ألف هي عبارة عن قطب شمالي ليه؟ لحتى توافق هذا الكلام حتى يزبطت الكلام معك لازم يكون هات قطب شنالي هون في مشكلة في السؤال الفرعبان انا مش معطيك الاقطاع فايفطرض معي انه هات جنوبي وهات شمالي وحل السؤال حدد يقترب او يبتعد يعني هذا معطي يا جماعة نقدرش نحل بدونه حدد يقترب ام يبتعد اوكي احنا قلنا التيار الحثي بدي يكون عكس التيار الاصلي وهذا يعني انه هيك تجاه المجال المغناطيسي فتحة المجال المغناطيس الحثي تجاه المجال الأصلي في السؤال وكونه تولد مجال مغناطيسي حثي ما عن تجاه المجال الأصلي إذا مدحكي هو قاعد بعمل إبعاد أو ابتعاد حد تجاه المجال المغمور هذا سلك مستقيم طيب هل أنا عندي السرعة باتجاه اليمين وبدأ كون مجال مغناطيسي أو تيار حثي عفوا عكس تيار الأصلي طلع وين هاي تيار حثي نحو الأسفل في السلك لأن تيار الأصلي نحو الأعلى أنا قلت دائما عكسه حسب نص السؤال إذا صار مع اتجاه التيار له العمودي عراحة اليد ومع اتجاه السرعة في السؤال هاي الشكل إبهاني هاي السرعة والقوة المغناطيسية تمثل تيار حثي نحو الأسفل فأصابع يشيره إلى المجال إذا المجال في الشكل رح يكون دوت هون عند العملية العكسية التيار حثي بدي يكون نحو الأسفل زي قبل شوي لأنه عكس التيار الأصلي صار مع اتجاه التيار حثي والمجال المغناطيسي يحدد السرعة السرعة نحو اليمين اللي هو عكس السؤال اللي قبل شوي. طيب. نشوف بعد مسائل. عفوا نضع دائرة لحث الكهرومغناطيسي. في السؤال الاول. لحظة اغلاق دارت محيف. يلا ركز معي. لحظة الاغلاق في دارت المحيف. شو بيصير يا جماعة. دلتا تا على دلتا زين موجب يعني ازداد التيار مع الزمن. دلتا فاي على دلتا زين موجب يعني ازداد تضفق مع الزمن. والقوة الدافعة الحثية المتولدة بتكون قوة دافعة عكسية تقانن زيادة بالنقصان. اذا انا بدور على انه تكون القوة الدافعة الحثية الناتجة. تكون عكسية وعكسية. طلع دلتا تا عدلت زين موجب يعني ينمو التيار في الدارة التدرجية. اذا جواب فرع جيم. في الشكل مجار وحتى يكون الطرف دال جهدا موجبا فيجب ان يكون اتجاه المجال المغناطيسي. اوكي انت بدك دال تكون جهد موجب وهذا تكون جهد سالب. اللي هو كأنه بحكي لك انه اتجاه حركة شحنات الموجب نحو الاسفل. عشان تكون اصلا قطب هون او طرف موجب. هل اتجاه حركة الشحنات هو نفسه التيار الحسلي. هو نفسه القوة المغناطيسية بتأثر على شحنة موجبة. اذا انا معطيين السرعة واتجاه القوة المغناطيسية وطالب اتجاه المجال. بحط بهذا مع تجاه السرعة. قوة المغناطيسية نحو يا جماعة الاسفل. فالعمود او الاصابع تمثلي تجاه المجال. اذا المجال نحو الخارج. فرسم بيان المجار والذي يمثل علاقة بين التيار في دارة محث والزمن. مستعينا برسم بياني فأي منها له محاثة اكبر. هل عشان نحدد قيمة المحاثة الكهربائية الاكبر في السؤال. قلنا اللي يحتاج الى فترة زمنية اطول ليوصل لقيمته العظمى. يعني بعدك او مرة. بدك محاثة اكبر فبدك الدور على اللي يحتاج لفترة زمنية اطول للوصول لقيمته العظمى. اذا طلعت نوياك بس على الرسم الموجودة. منلاقي ان المحث الف يحتاج لهاي الفترة الزمنية تقريبا للوصول لقيمته العظمى. وهذا المحث بها هي الزمن وهي المحث جيم. وكون المحث جيم يحتاج الى اطول فترة زمنية فبكون هو جواب الصح. اذا المحاثة جيم هي اكبر محا� في الدارة كربية موضحة وعند تقريب المغناطيس أي الجملة التالية صحيحة دائما إذا في مصباح وبطارية بحدد تجاه التيار الأصلي نحو الأعلى شو بعمل؟ بشوف التيار بحثي في السؤال إذا طلع معي الأصلي بقوله تزداد إضاءة المصباح إذا طلع عكس الأصلي بقوله تقل إضاءة المصباح أنا إذا مش واضحاتهم بالرسم هات شمالي وهات جنوب عندكم المكثف واضح هاي المجال المغناطيس الأصلي وهو قلي في السؤال عند التقريب إذا تقريب يؤدي إلى زيادة التدفق ينشأ مجال المغناطيسي بعكس الأصلي هاي غيم فتحة إبهان مع المجال إذا بنشأ نحو الأسفل إذا تقل إضاءة المصباح هل هي يقل التدفق؟ لا لأنه يزداد التدفق لأنه في عملية تقريب تزداد إضاءة المصباح؟ لا قلنا تقل ينشأ تيار حثي مع الأصلي برضو خطأ احنا قلنا تيار حثي النشأ بكون عكس التيار الأصلي ملف تخترق خطوط المجال المغناطيسي بشكل عمودي عليه خطوط المجال المغناطيس تعامد هذا الملف فإذا نعكس إتجاه المجال المصباح الجبلة التالية صحيحة دقيقة شوي هلأ المجال المغناطيسي يعامد يعني يصنع تسعين مع الملف وإحنا ما بدنا نزاوي هاي يعني بدنا نزاوي بين غين ومتجه المساحة اللي هي بتطلع تساوي صفر ممتاز يعني تدفق كون يحمل إشارة موجب يجي قلي في السؤال عكسنا المجال مباشرة التطفق بسريح من الإشارة سالبة تعال ركز شو بتسوي دلتا فاي تساوي فاي 2 ناقص فاي 1 فاي يعني سالب فاي ناقص فاي سالب 2 فاي إذن عكس المجال يؤدي إلى أن يقل التطفق عبر الملف نيجي إلى السؤال اللي بعده عفوا السؤال اللي بعده هو السؤال السابق بحكي عن ملف لو لا بيتغير فيه التيار بمعدل هاي السؤال 7 يتغير التيار فيه بمقدار 2 أمبير محدثا تغيره في التطفق عبره مقداره 3 في عشرة قوة سالب 3 ويبر إذا كان عدد لفات الملف تساوي عشرة قوة 3 لفة فأوجد متوسط الخوات دافئة حسين متولدة في ملف قافة حدال كم تساوي إذا أنقص ركز التيار بمقدار 6 أمبير كل ثلاث ثواني يعني دلتا تا على دلتا زين أنقص سالب 6 ثلاث يعني سالب 2 أمبير لكل ثاني طيب سمعنا شوي هالأخوانين القوى الدافئة الحثية هما قانونين اللي هو سالب نون دلتا فاي على دلتا زين وعندك سالب حا دلتا تا على دلتا زين أنا بقدر أشيل يا جماعة السالب هاب مع السالب وعوض قيمة الآن نون عدد اللفات عشرة قوة 3 عندي التغييف في تضفق 3 في عشرة قوة سالب 3 طبعا بدأشيل كمان الزمن مع الزمن عشان أخلص منه بظل محاثة ودلتا تا حكالي كم 2 إذن عوضت هون 2 طبعا الموجب هون مع السالب تطلع المحاثة 1.5 هن الآن هو السؤال بده القوى الدافئة الحثية ممكن أستخدم قانون قافة حداد تساوي سالب محاثة دلتا تا على دلتا زين ويساوي سالب قيمة المحاثة الكهربائية 1.5 الآن التغير في التيار بالنسبة للزمن معطينا إياه جاهز يا جماعة هاي سالب 2 إذن ضرب سالب 2 بطلع جواب موجب 3 فورت السؤال الأخير عندنا له السؤال الثاني في السؤال الثاني بحكي عليكم يا لتعلينا العلمية ووافية عند سقوط مغناطيس سقوطا حرا نحو الأرض ومروره بملف لولبي يكون تسارعه أقل من تسارع الجاذبية الأرضية شوف على التعليق دا أشرح لك شغل في سؤال ثماني في فرع ألف افهم علي هاي ملف لولبي وبالضسقة مغناطيس في هذا الملف بغض النظر عن أقطابه بس خلنفترضهم قطب شمالي أثناء سقوطه يا جماعة يزداد تضفق يقاوم ملف الزيادة في النقصان رح ينشئ هون قطب شمالي دايما التقريب ينشئ قطب مشابه عشان يعمل تنافر والتنافر المغناطيسي الآن رح يقلل من عين سقوط يعني نقذ سرعة سقوطه فيحمل تسارعا أقل من جين اللي هي عشرة متر لكل ثاني تربيع اللي هو تسارع الجاذبية الأرضية لا الدارة التي تحتوي على مصباح ومحيث عند غلق المفتاح يضيء المصباح تدريجيا ليش؟ أحكي لك لأن هذه الدارة الآن عند لحظة غلاق المفتاح فيه تيار أصلي يسري في الدارة يتكون تيار حثي معاكس له في الاتجاه ليقاوم زيادة التضفق بالنقصان وهذا يؤدي إلى أن يقل التيار بمر بالمصباح وهذا يؤدي إلى نوضيء المصباح تدريجيا الله يعطيك العافية